السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو معاكم مروة سليمان فيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا جوجل رجعت لنا بموقع مميز جدا من مواقع الذكاء الاصطناعي إن شاء الله حنشوف نتائجه الفترة القادمة بشكل عملي ولكن النهاردة إحنا جايين نتكلم عنه وعن الكابابالتز بتاعته وإمكانياته من خلال مجموعة من الأدوات المميزة اللي موجودة في موقع يومير هذا الموقع المميز جدا من جوجل فإن شاء الله بإذن الله هنشرحه لما يكون فيه أكسس على استخدام هذه الأدوات بشكل عملي على قناة كل يوم موقع جديد القناة الخاصة بمواقع وشروحات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على اليوتيوب وهذا الموقع الرائع من جوجل واللي فيه مجموعة من الأدوات جايين نبص عليها النهاردة يلا وبينا نشوف الأدوات اللي موجودة ونشوف جوجل بتقدم لنا إيه في مجال الذكاء الاصطناعي أول ما هتخش على الرابط اللي حطولك فيه الوصفة أسفل الفيديو هنخش على الموقع اللي جايين نتكلم عنه النهاردة وهنا هبصة ألاقي فيه مجموعة متنوعة من الأدوات اللي بيقدمها هذا الموقع تيكست توفيديو تحويل تيكست الفيديو أميج توفيديو تحويل الصورة إلى فيديو وحاجة اسمها stylized generation وحنشوفها مع بعض دلوقتي والفيديو stylization و cinemagraphs والinventing تعالوا نبصوا كده بصة سريعة أول ما هتخش على الموقع بيديك فيديو بيشرح لك فيه الموقع ده هيقدم إيه والتولز دي بتعمل إيه فممكن تروح وتشاهد الفيديو تعالوا بقى نبص على أول حاجة عندنا تيكست توفيديو تحويل التيكست ليه فيديو لو قفت على أي فيديو من الفيديوهات دي هتبصت تلاقي البروميت هيظهر عندك زي ما إحنا شايفين هنا red lamborghini aventador coming around yellow flowers swing in the wind bright underwater world orange fish وهكذا طيب علشان تطلع الحاجة بالquality دي يعني أكيد يعني أنا متأكدة أن التكنولوجي دي تبقى ممتازة جدا طبعا هو الغرض هنا بيوريك إيه بيوريك quality بتاعة الفيديوهات الفيديوهات زي ما إحنا شايفين real جدا عندك image to video وهنا برضو لو أنت وقفت على أي صورة من الصور دي هتلاقي البروميت بتاعنا snow flag falls from the sky زي ما إحنا شايفين بس هنا بيحول الimage لفيديو زي ما إحنا شايفين الجودة عالية جدا 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 هنا stylized generation هنا بيقول لك إيه في ال stylized generation لمير can generate videos in targeting style يعني فيه style معين ممكن ينتج لك الفيديو من خلاله ودي حاجة بصراحة ممتازة أنا ما شفتهاش في برامج قبل كده بتشتغل على ونقدر كده نحن نتفرج على الانتاج اللي هم عاملين وشكله عامل إزاي ممتاز بصراحة هنا الجزء ده عبارة عن الميكانيزم اللي شغال بيها الموضل نفسه الفيديو stylization زي ما إحنا شايفين بتقدر تعمل edit على الفيديو الأصلي ال edit ده ممكن يكون عبارة عن made of wooden blocks أو طبعا هما هنا ما بيظهروش الأشخاص وش الأشخاص يعني الحتة دي حتبص تلاحظ ان هما بيظهرش أشخاص خالص made of colorful toy price made of flowers فأنت هتقدر من خلال الفيديو stylization ان انت تحول الفيديو بتاعك source video لأيا من هذه الموضلز اللي انت شايفها هاجي بقى هنا بالنسبة ليه ال cinema graphs في cinema graphs بقى بتعمل ايه الموضل ده بيقدم لك animate لجزء معين جوه ال image يعني انت بترفع الصورة وبتبتدي تعمل select على say مثلا الفراشة هنا وبتعمل لها animate تحط الامر بتاعك الحركة اللي انت عايزها وبتعمل لها animate ودي حاجة ممتازة جدا جدا فيه كمان video in painting وفيديو in painting لو فيه جزء هو مش باين في الفيديو هو باستخدام الذكاء الاصطناعي او بالvideo in painting model ده حيبتدي ان هو يكملك الفيديو هنا بقى مش هيكملك الصورة هيكملك الفيديو تبقى عن ال style الاساسي اللي موجود في الجزء الظهر حاجات مميزة جدا والواحد فعلا مستني يبتدي يشتغل عليه او يبقى ينفع يأكسس عليه عشان يبتدي يشتغل عليه هو هنا بيورينا tools يعني بيدينا نوع من انواع كده ايه يعني بيشوقك قوي ان انت تشوف tools عشان تبقى دايما متابع وان شاء الله بإذن الله زي ما قلتلكم بشكل عملي هشرحوا على قناة كل يوم موقع جديد اول ما يكون الواحد اكسس عليه عشان نشوف models المختلفة وال styles المختلفة اللي موجودة فيه والادوات اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة طيب حاجة كده سريعة حبيت ان انا اجربها معاكم ان احنا نشوف مثلا هل بعض المواقع الاخرى ممكن تقدم لي مثلا نفس ال efficiency او نفس الكفاءة يعني انا مثلا لو رحت الامر زي ده كده خدته copy وروحت على pick art pick art هنا ممكن من التكست يبديني فيديو ممكن كمان استخدم image or video انا هبتدي اخد الامر ده وحطه في pick art عشان اجربه وحادوس enter ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي دي النتيجة اللي اعطها لي pick art تعالوا كده نبص عليها دي النتيجة اللي اعطها لي pick art النتيجة حلوة مش بطالة كويسة يعني ولكن طبعا انا شايف ان الجودة بتاعت المير اكتر ما احنا شايفين احنا هنشوف بقى بشكل عملي لما قدرنا اكسس عليه هتكون النتيجة عاملة ازاي اتمنى تكونوا استفدتوا من معلومة النهاردة اشوفكم في فيديو قاتل بإذن الله تعالى على قناة info tech for you زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنسوش اللايك وشيرو الكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته